بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة أينما كنتم عندما نستاء من التعادل ويفرح به المنافس هذا هو الفارق إبراهيم أهلا بك رشوانس أهلا بك أعزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم لقاء الإثنين من ملك وكتابة الحلقة 758 تأتي بعد مباراة القمة 124 وما شابها من جدل كبير عندما يفرح المنافس بالتعادل بص يا أستاذ إبراهيم ما فيش مرة النادي الأهلي يكسب بصعوبة أو أي منافس منافسين وحقق نتيجة بتعادل أو في مناظر الفوز إلا وتجد أن النادي الأهلي ما بقاش حد عايز يفرح بالنتاج الأهلي تكسب خمسة ثلاثة أو لك إذا فرق اتنين وإذا مالك رجع للمباراة وكان مسطر على الشوت الثاني ترجع لأحداث المباراة طبعا تجد موضوع تاني خالص لما تيجي في نهاء القضية ممكن وكل التركيز على إن ما هيكورة تزيده لو جات طب ما هيكورة حسين الشحات لو جات اللي أسأل منها بكتير مثلا وإحنا للأسف قطاع كبير مننا بينسق وراء هذا الكلام لما يحولوا إلى موضوع غير قابل للمناقشة معاين أنت لو نقشت صح بموضوعية يعني لحد ماتش مبارح ده كل ناحية تتكلم إن نادي الزمالك كان أكثر سيطرة الشوت الثاني وقام مش عارف أكثر إيجابية وإن فريرة تفوق على سامي قمصان وده منطقي لازم يتفوق لأن سامي قمصان مستلم في أصعب ظروف مدير فاني هنناقش التفاصيل دي كلها لكن في الآخر وصلنا لإيه إيه تنبارح تفرجت على الماتش إيه انطبعك إيه في الشوت الثاني عدد الفرص اللي ضعت من الآل في الشوت الثاني أكتر بكتير من النواية يتقال إن زمالك سيطر على الشوت الثاني والآل اكتفى بالشوت الثاني كل ما تشطنا كده حتى خمسة ثلاثة تقال كده إحنا من كتر ما إحنا حرصين على الفوز والفوز المريح وكل تكسب أربعة يقولك ما كسبتش سبعة دي مش عارفين نفرح فكرة إن أنت عليت سقف الجمهور مش عايز إلا ستات وخمسات واربعات ده مش الجمهور والمحللين بيحللوك من منظور على الفرص الضائعة مش النتائج مع إن غيرنا بيتحلل على قدرته على الصمود على العرضة على الصمود جاءت له كم كرة في العرضة طبعا أنت بيجي لك كل ما تشكرتين وثلاثة في العرضة لكن الفكرة يعني بس ما نيجي عشان ما نحرقش الفقرة لأن كنت عمل فيها شغل مش بطال يعني كويس إحصاءات كويسة جداً حتخلي الناس تفكر معنا بطريقة مختلفة طيب هذه الحلقة مهمة زي ما قلتلكوا وفيها من العنوين مقالي ومقاله الكاف تعلم الدرس موسيقى والغربال وآخرة لعب العيال موسيقى وبعضمة لسانه مباراة الثلاث دقائق موسيقى والشموع الحمراء دولة حسين رجدي داشا موسيقى وفي أسرار الملك سنوات الوفاء والعطاء موسيقى وأخيراً مجلتنا من أربعين سنة ده محتوى حلقة النهاردة لكن خلونا في البداية ننعي ونشاطر اللواء يحيى أبازة مدير أمن النادي الأهلي في الشيخ زايد وصديق عطف أبازة عضو النادي الأهلي في وفاة شقيقهما الأستاذ سامي أبازة عضو النادي الأهلي أيضاً الكبير الذي وفاته المنية اليوم له الدعاء بالرحمة وللأسرة الصبر والسلوان الحية ربنا يرحمه والاثنين من الأذقاء الأعزاء والناس المحترمين جداً ربنا صبرهم ويرحموا رب النهاردة الأهل استأنف تدريباته على طول بدون راحة انتهى من مباراة القمة مبارح عنده على طول يوم الأربعة بعد غدنا مباراته مع غازل المحلة مباراة مهمة كابتن ساد عب حفيز مدير الكرة وكابتن سامي ومصان المدير الفني بيجتمعهم باللعيبة قبل بداية التدريبات عشان يطوي صفحة القمة وكل الكلام اللي فيها بالإضافة لتدريبات استشفائية للعيبة اللي شاركت فيها وتدريبات بدنية وتأسيمة قوية لبقية اللعيبة استعداداً لمباراة المحلة شوف النادي الآلي عندما عاد من نهائي أفريقيا قلنا ينتظر أسبوع شديد الخطورة والصعوبة وقبل هذا الأسبوع تقريباً الفرقة تقريباً يعني كانت بيلا مدير فني وكان ما تبقى من اللعبين بيتمرن بعد أجازة طويلة وعاد معهم جزء من الناقهين يعني أنت عدد الإصابات الأستاذ إبراهيم التي لحقت النادي الأهلي الشهرين اللي فاتوا تعدد 12 لعيب أو 15 لعيب عاد بعضهم ولكن غير مكتمل الشفاء يعني مازال محمود متوالي ما تدرش نحاسبه أنه لعيب مكتمل الشفاء ده بقى له قد إيه مثلاً سلية حتى فاتحي عم بفاتحي بيلعب متلصم ديانج الإجهاد العضلي اللي عنده ديانج تقيل غياب مؤثر ما غياب مؤثر عمار حمدي غياب مؤثر لأن عمار حمدي أيمن أشرف أيمن أشرف يعني نواقص مؤثرة جداً 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 لكن محدش بيتكلم فيها ما هيقولك إذا مالك عنده نواقص أه عنده نواقص ظروفك صعبة وظروفهم صعبة بس إحنا يضف إلى صعوبتها إنك راجع من إجهاد وأراق بتلعب على ضغط مضغوطة هم قطعاً واخدين راحة وجهزين لك ومستعدين لك زائد إن عندهم استقرار في الجهاز الفني تحت السيطرة دي قضية كبيرة لما تيجي تفهين إن قبل المباراة الظروف الزمالك أصعب ده طعم إحنا يعني إعلامياً شربناه وأنا قلت لك وكنت عزب إن من الخطورة أنا أتصاور هذا الأمر إحنا اللي كانت ظروفنا الحقيقة أشد صعوبة ولكن كمان تصور إن إنت وإنت خلينا نقول إن النادي الأهلي بدنياً بقاله شهرين لا يعد إعداد بدني جيد دي مسألة واضحة للعيان وكانت أحد أسباب قلق لجنة الكورة وشركة الكورة وكابتل القطيب اللي كانوا عايزين يناقشوا مصر المسلماني فيها والتوقفات الكثيرة اللي كان بياخدها فتصوير الأمر وإن إحنا نستسلم فكرة إن يعني أما تيجي الإحصائيات هنشوفها في حينها في تحليل الماتش يا جماعة لا مش كده إحنا إحنا لازم التحليل يبقى تحليل موضوعي جداً مش بانطباع أن الزمالك عنده نواقص الناس اتكلمت فيها يبقى نتجان نواقص الأهلي أو إن ظروف النادي الأهلي صعبة لا صعبة وظروف الزمالك فيها طبعاً صعوبة لكن مين قال إن الزمالك كان لازم ينزل ياخد خمسة وستة؟ روجولنا للفكرة دي لدرجة إحنا وزمالك شربنا إحنا الاتنين إحنا مدايين جداً بالتعادل وهم فرحانين جداً بالتعادل نتيجة برضو دخلوا في دماغهم إن التعادل كويس مع إن مين اللي محتاج للفوز أكتر من الثاني؟ لا، الزمالك كان حيقلص الفارق إلى نقطتين ويبقى نواقص الأهلي لكن الأهلي لو كان فاز كان حيريح نفسه خاضر كان حيتسع فارق النقاط المفقودة إلى تم النقاط فيتحسب إنه ممكن لو كعب الفنوس يستحمل لكن أنت عندك مازال برضو عنصر الموجة المباشرة صالح النادي الأهلي يعني بكل المقييس جلد الذات زاد عن حده وأصبحنا بنتعامل مع كورة القدم إنها مصدر للتفاخر والمعايرة مش مصدر للاستمتاع ده كلام مهم جداً لكن زي ما قلت لكم إنه فيه طبعاً مناقشة مستفيدة للظروف المباراة والظروف الأجواء بتاعتها وتأثير العناصر وإحصائياتها الحقيقية لأن المباراة اختزلت في ثلاث دقايق فقط برغم ما فيها من الحقيقة الكتير لكن كما تعودتوا ضربة البداية مع مقالي ومقاله الكاف تعلم الدرس النهاردة للاتحاد الأفريقي بعد عدة نقاط مهمة الأولانية إنه أعلن إنه نهائي دوري أبطال أفريقيا النسخة الجديدة هتلعب أيضاً من مباراة واحدة لكن تعلم درس الأزمة مع النادي الآلي اللي كشف عن هذا العواري اللي موجود وأعلن إنه المباراة هتقام النهائي من مباراة واحدة ولكن تحدد اسم الدولة المنظمة قبل إجراء قرع الدور التمانية كتوقيت مبكر حسماً لأي جدل ودي بتؤكد إن ما قام به النادي الآهلي أتى ثمره إنه ألح على العوار الذي أصابه التنظيم في النسخة الأخيرة الاتحاد المحلي مش ممكن هيكرر اللي عمله أما هيجي هيحدد مقفه عايزة نظم ولا مش عايزة نظم وتاني وتالت ده قرار اتحاد مش قرار نادي يعني من دلوقتي بنقول لهم ده قرار اتحاد مش قرار نادي عايزة نظم قول عايزة نظم مش عايزة نظم قول من دلوقتي ويبقى واضح إنك اللي خدت القرار بس أنا كنت عايزة يحصل تعديل صغير ياريت بالتواصل والمشاورات لو وصلنا له يبقى هو ده العدل ماشي عملها من المباراة واحدة كويس إنك هتعلن قبل قرع الدور التمانية ماشي ولكن ما تحط تلت دول اختار تلت دول بحيث نبقى دايما في دولة محايدة يعني لو وصل طرفين يبقى نمتش في الدولة المحايدة وترايح دماغك ما تنشغلش بالأسباب التسوقية لأن ده فاينل أفريقيا جاي جاي يعني إنت لو حطيته في أي دولة هتعرف تروجله هتعرف تسوقه وهيتمتع بحضور جماهيري بس هيبقى فيه تكافؤ للفرص فأرجو إن لو اكتمل بالخطوة دي يبقى كده عددان لعيب ويبقى خلاص احنا كده خرجنا من المشكلة بإصلاح طيب الاتحاد بيعلن كمان إنه من النسخة الجاية النسخة اللي بعديها البطولة هتتلعب من ثمان مجموعات في عشرين في اربعة وعشرين خمسة وعشرين هيلعبها من ثمان مجموعات وما قالش النظام هيبقى ماشي ازاي لكن لوضع المواعيد مبكرة للنسخة اللي هتبدأ في سبتمبر اللي جاي قال إنه إقامة دور التمهيدي الأول خلال الفترة من تسعة لحداشر سبتمبر ثم مباريات الدور التمهيدي التاني هتبقى في أكتوبر مباريات ملحق الكونفيدرالية هتبقى من اتناشر نوفمبر لتسعة نوفمبر ثم دور المجموعات في دور الأبطال ودي مهمة بالنسبة لنا احنا هنا دور الجولة الأولى هتبدأ فيها في شهر فبراير من عشر أو حتى اتناشر فبراير بداية دور المجموعات تخلص دور المجموعات في المجموعة السادة في إبريل في اتنين إبريل ربع النهائي من واحد وعشرين لتلات وعشر إبريل ذهاب نصف النهائي في شهر مايو المباراة النهائية لدور الأبطال والكونفيدرالية هتبقى في الفترة من اتنين لحداشر ستة من اتنين لحداشر ستة كل ده جميل لكن لازم يبقى متصق مع إدارة المسابقة المحلية وهو ده التحدي الحقيقي ولازم من دلوقتي قبل ما تتضح حاجات كتير عشان ما يتقلش إنها متفصلة عشان حد يتقل نظامنا السنة الجاية حيكون عامل إزاي لأن الحقيقة ما نقدرش نكمل بهذا الازدحام وتواصل مواسم اللعيبة والله المنتخب هو اللي بيدفع على التمن طبعا لعبتنا مش قادرة تلعب ما هنعايز أقولك هالحاجة بشوان بدليل أستاذ براهيم كل اللعيبة الأساسية في منتخب مصر بره مستوى أهل زمالك بيراند كل اللعيبة الأساسية وإنت دلوقتي اللي وقف على حيله شوية بعض العناصر من المنتخب الإولمبي واللعيبة الجديدة اللي ما نضمتش قبل كده بتشوف مينها بعض المجودة لكن ما بتشوفش منتخب يعني عملي يقولك من منتخب وما عندناش لا أنت عندك بس أنت مصلم لحالة يرسلها ده تأكيدا للحالة ديتها بشواندس هو الاتحاد الأفريقي وهو بيقولك في شهر 9 في سبتمبر اللي أسبوع الأول 9 على 12 سبتمبر هبدأ دور الأبطال والكون فدرالية طيب إذا كان هيبدأ في الأسبوع الأول من شهر 9 الدور بتاعنا هيخلص 30 أغسطس فين بقى فين الراحة وفين فترة الاعداد وفين أي حاجة ما فيش حاجة خالص وبشهر 9 المنتخب يلعب المطشين بتوع ملاوي يعني شهر الدور هيخلص 30 8 الأربع أندية اللي هتشارك في الدورة الأبطال والكون فدرالية هيبدأه في أول 9 ثم المنتخب هيبدأ في النص التاني من 9 موبراتين ملاوي ومش عايزين نضحي بأي حاجة ها هادي نلعب الكاس القديم والكاس الجديد وكاس الرابطة ونلعب الدوري طيب الاتحاد الأفريقي النهاردة بعت للاتحاد المصري منحة الانتظار لغاية 31 سبعة لتسمية الاندية اللي هتشارك في الدورة الأبطال والكون فدرالية لكن 31 سبعة يكون الدوري المصري لسه كمان قدام منه شهر على النهاية يعني فيه 7 8 مطشات عشان يقدر يحسم الدوري كان النائب أحمد دياب قال أنه في الحالة ديت هياخده بنتائج الدور الأول ما ده كلام مش جديد يعني وفيه أوضع بتضطرك أنك تاخد خرارات استثنائية بس إنه هو ده أضمن حاجة إنه كل الاندية لعبت مع بعضيها فبالتالي نتائج الدور الأول كاملة يعني وإن نتائج الدور الأول مش نقصة غير ماتش أظن للأهل يسموح لأهل وجونا لأهل وجونا وغير مؤثر غير مؤثر على الأربع فرق مش عامني أقصد أقول إيه أقصد أقولون كل الفرق استكملت خلاص من دورات الدور كل لعب بشكل متساوي مش نقص غير الأهل وجونا وأعتقد إن من شهر الناس قالوا الكلام ده حتى سموا الفرق تقريبا إنه هو في نهاية الدور الأول زمالك أهلي برامز فيوتشر لو فيه فرص يعني زمالك وأهل وزمالك دور الأبطال برامز فيوتشر الكونفيدرالية ولو فيه بقى المشاركة في البطولة العربية لللي بعديهم هيبقى سموحة وطلع الجيش دي الترتيبة بتاعة الدور الأول اللي انتهت به مباريات الدور الأول تبقى مباراة الآلي والجونا فقط مش مؤثرة على ترتيب الأربع فرق فوق ولا مؤثرة على فرص للجونا تكون متاحة فالأقرب إنه ما سنت شروط البطولة العربية مضطرة تسميها دلوقتي ولا هتأتي لا لسنا ما بعتوش طيب ما فأنت في كل الأحوال هتعتمد الدور الأول كمعيار حاكم للمشاركة الخارجية الأفريقية في دور الأبطال وكاس الكونفيدرالية وده ربما يحسم الجدل ده المصار حاليا لكن ده في انتظار قرار سواء من الاتحاد أو من ربطة الأندية ده كان أبرز ما في التعلم الكاف للدرس وتسمية نظام دور الأبطال مبكرا وتحديد الموعد منها الآن وده يمكن إذا كان الاستحاد الأفريقى استفاد منه فالأهل ما استفادش أي حاجة لأنه قضيته لسه مفتوحة بعد الفاصل أهلا بحضراتكم جديد إذا كان الكاف تعلم الدرس فقلتلكم قضية الأهل لازالت مفتوحة ودفعه عن حقه اللي حصل معاه في نهاية دور الأبطال لازال مفتوح عشان كده كان هناك كلام كثير في الغربال وآخرة لعب العيال لعب العيال ده تعبير مش بتاعنا ده تعبير للمسؤول الأول عن تنظيم الإعلام في مصر الكاتب الصحفي الأستاذ كرم جبر هاله وأغضبه كل ما حدث مع الأهل من تفاصيل في مباراة الوداد فكان له مدخلة في قناة صدى البلد نسمعها ونعلم المهزلة اللي حصلت بالنسبة للنادي الأهل النادي الأهل كان بيؤدي مهمة قومية فلاقينا لعبة أشبه بألعاب الأطفال الجواب استخبة ده لعبة عيال يعني ناس كبيرة وعقلة اللي تتصرف التصرف أنا أفهم إيه بقى لو في جرأة أو شجاعة بحجم الخطأ يكون الاعتذار يخرج رئيس الاتحاد يقول يا جماعة إحنا أخطأنا وهنتدرك هذا الخطأ لعبة التلات ورقات دي ما تنفعش ده فيه رأي عام متيقص ورأي عام فاهم من الكرة أكتر من أي حاجة ثانية في الدنيا يعني عندي تسعة وتسعين مليون من الناس فهمين القرار يضيين وفهمين الخطط والتيكتيك ومين بيلعب ده مصريا وعالميا فيجب أن أتعامل مع الرأي العام بقدر من الاحترام أحترم زكاؤه إنما أخرج أقول له لا أصل بعتنا الجواب ما بعتناش الجواب أصل الجواب كان مستخدم لا 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 وبعدين إيه بقى ترسط لهم بينقضوا بعض بينقضوا بعض ده بينقض سالسا أو يقول التصريح ويرجع يكذبه أو يرجع يكذبه يعني مش معقول كده يا جماعة يعني ساذ كرم ورئيس المجلس الأعلى تنظيم الإعلام بيور رأيه وهو ده يعني الجملة هي اللي لازم يتوقف عندها الحقيقة يعني احترموا الرأي العام ما تتصورش إنكم أسكى منه وده اللي أنا قلت المرة اللي فاتت يعني الغابي هو من يتصور أنه أسكى من الجميع فيتعامل على هذا النحو فإذا كنتوا عايزين تدفنوا حاجة ما بتدفنش بالمكابرة بتدفن أعطى الخصومات بتتحلل الناس بتروح شيء كفانة بتخلص لأن العفو آه بس مقابل إيه تدي الناس الشعور بأن أيها ده أنتوا عندوكوا حق أنا مال مكابرة ويقول لك أسلي سهو سهو إيه يا سيدي يا خبتن حازم هو السهو إنك تبعى الجواب ناقص بند ولا بندين ما فيش سهو بقى السهو لو الجواب ما تبعتش أو تبعت متأخر لكن الجواب اتبعت متأخر وختزل منه أهم مواضيع وبعدين ترتب عليه أصار إحنا عاشين لحد النهاردة يعني أه بنصير القضاية مش هنستفيد منها إلا إن المستقبلا مش هتتكرر إذا كان هيستفد من هذا القمر فالحقيقة يعني الكلام اللي قاله سيد أستاذ كرم جبر مع الأستاذ خالد ميري في برنامج كلمة السر في صد البلد أيوة أتمنى بقى كمان يتم جميله وعنده هذه الصلاحية وعنده يعني بإذن الله يكون الرغبة في هذا القمر مش معقولة أن إحنا نشوف إساءات من إعلاميين سيبك من الجماهير إنما من إعلاميين ليه قيادات في أندية وبعدين ولا أكن حصل منهم أي شيء يعني هو دي النقطة عشان ما تسيبش الناس تخلص طرها من بعض فأتمنى يعني أنا موصوط أنه هو يعني وصفها كده ما نقدرش إحنا نوصفها زي لأنه ممكن يعني إحنا يتقلنا إزاي تقوله كده لكن والله هو وصفها زي ما إحنا حسنها عشان كده مجلس إدارة النادي في اجتماعه الأخير استعرض هذا الأمر الخاص برد الوزارة وقرار أو بيان لجنة التحقيقات وقال مجلس إدارة النادي الآلي أنه قد استعرض في اجتماعه السبت الماضي البيان الصادر عن اللجنة العليا لبحث الشكاوي الخاصة بعدم الشفافية والفساد بوزارة الشباب وريادة والتي ضمت بعض السادة المستشارين من عضاء الهيئات القضائية لتحديد المسئولية القانونية عن إهدار فرصة مصر في استضافة المباراة النهية لدور الأبطال وما ترتب على ذلك من إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين ممثل الكرة المصرية ومنافسه وحسم البيان أن المسئولية تقع كاملة على الاتحاد المصري لكرة القدم لكن دون الإشارة في البيان إلى كيفية استعادة النادي الأهلي لحقوقه المشروعة في هذا الملف والتعويض عن الضرر الكبير الذي لحق به وعليه بيقول مجلس الإدارة وبعد أن كشف البيان وبشكل قاطع عن كافة الملابسات بمنتهى الشفافية وحتى لا تتكرر مثل هذه الأخطاء مع أي من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصري في المستقبل ينتظر النادي الأهلي وجماهيره وكافة المهتمين بالرياضة المصرية قيام الجهات ذات الإختصاص بتفعيل توصيات اللجنة القضائية والإعلان رسميا عن محاسبة المسئولين عن الإهمال والتقصير بخصوص خطاب الكاف والذي ترتب عليه إهدار حقوق أدبية وفنية ومالية لمصر قبل النادي الأهلي وطمأنة المؤسسات الرياضية على كل تعاملاتها مع التحاد الكرة وفي ذات السياق كلف مجلس الإدارة اللجنة القانونية بالنادي بدراسة اتخاذ ما يلزم من إجراءات هو طبعا يعني يعني فكرة إن لجنة الشكاوى من عدم الشفافية والفساد ده اسمها اللي يخض فلما تطع تقول لا كان فيه عدم شفافية ومن ثم فساد مبعدين فولو ستوب طيب مبعدين انتلاجنا من الوزارة اللي هي تراقب أداء الاتحادات كان يجب أن يكون فيه توجيه مباشر للاتحاد سلمونا المسؤول عن هذه الجريمة سلموا للرأي العام هنما اعتبارا الأمر يخص النادي الآلي ويخص الجمعية العمومية ده في شأن تاني محدش طالب أنك تحل الاتحاد محدش طالب هذا الكلام لكن في نفس الوقت مش معناها أنه إحنا قابلين أنك تطرمخ أن الموضوع يعدي كده ويطلع لك الاتحاد لسانه ويدي تكليف للشخص اللي حدفوا عليه المسؤولية بأنه دي أهم ملفين اللي حنبتدي بهم الموسم الجديد طب من أين تأتي الثقة يعني أنا أنا شايف أنه إحنا ماشيين في علقة مفرغة وكله بيحدف على كله وكله بيمر الشايب لللي بعديه بس في لعبة شاب حتى في حكم اللي بيتمسك الآخر بالشايب بيتحكم عليه هنا ما فيش حاجة طيب الحقيقة اللي أستاذ جمال علام هو من نفسه اللي اطلع مع الأستاذ أحمد موسى وتعهد إنه لو تم كشف مين المخطئ هيكل عقاب وقال ساعتها ما معناه يا هو هيمشي يا أم أنا همشي لأن أنا المسؤول يعني قال له أنت المسؤول قال له آه أنا المسؤول همفكرك يا أستاذ جمال يا أحمد بي أنا لو عندي خطأ واتفهم خطأ الداخلي أنا حعرش بالمسؤول لا أنا عندك حضرتك مصيبة مش خطأ مصيبة أنا بقولك حايت حافظ لو أي حد جوه حايت حافظ أنا رئيس الاتحاد أنا لو مسؤول في مكان أو عندي شجاعة أطلع ترف إننا أخطأنا وسلامه عليكم لو أنا أخطأت حاطلع أقولك أنا أخطأ أنا معديش مشكلة لو أنا أخطأت حاطلع أقولك أنا أخطأ لا وحاجة تحمل المسؤولية أيها طبعا طب يا جمال بي نروح لمين يقول مين اللي أخطأ في لجنة قانونية على أعلى مستوى بتقول الاتحاد أخطأ لا اعتذرت ولا حسبت ولا قلت إن أخطأت ولا اقترحت الاستقالة عشان نقولك لو النبي ما تمشيش إحنا ما نقصوتش نمشيك مش عزي يعني هنفرح إنك تمشي لكن لدي في حقوق تتاخد ما ينفعش الأمور تضار بالطريقة دي أنت بتكافئ المختحة لا ده هو متعمد هو بعد ما اتمقلنا على إن ما فيش خلاص قرار حيزر من الوزارة طلعين على السلم بيتحاكوا بيأخذوا القرار اللي يدايقوا بيه الناس كله أما كلام يعني يا جمال بي حازم إمامي يطلع ويقولك لدينا غلط حنقول بعد يقول لك والنبي متأسفين جدا وكومي إيه حكات متأسفين دي السيد سيد علي اللي بيقول لكابتن حازم هو أنت مش متقدم لبنتي عشان تعتذلي على خطأ صحية أنت بتعتذل عن إيه أنت راجل منوت بيك التنظيم وطمأنة الأندية أن لها حقوق سوف تحصل علي وأن ما يحصلش أخطاء مؤسرة وأخطاء متعمدة خلاص الموضوع بقى باين جدا الخطأ متعمد لأنك أنت مش بس ما بعتش جاف معاده ده أنت شلت منه الفقرات اللي تهمنا كلنا فكلام إذا ما حسبتوش لن يسقط الأمر بتقادم وده إحنا وإنت وربنا دينا العمر وليه يا جماعة غلق الملف ده مش مطلوب لصالح الرياضة في مصر لأنه لما الوزير يشك اللجنة عالية المستوى القانوني وتقول أنها راحت لكل الأماكن واتطلعت على كل التفاصيل وشافت كل المخاطبات وانتهت إلى ما انتهت إليه سيبنا من فكرة أنه اللجنة تقول أنه مش من اختصاصها ده كلام يعني زي ما المهندس عاد لأشار في البداية بلاش تستعمون أوي كده بلاش تمرروا حاجة من برد دماغاتنا لأنه ده لا ينطلع على حد لأنه مبدئيا اللجنة لما تكون رفعة المستوى ولجنة بيشكلها سيادة الوزير المسؤول الأول عن الرياضة في مصر ما ينفعش تدي توصيات للتحاد الكوري هنا في علم الإدارة في البسيط جدا يصدر عن الجهات الأسفل للجهات الأعلى مخترحات وتوصيات ويهبط من الجهات الأعلى للجهات الأسفل قرارات فأنت المنوت بيك اتخاذ قرارات اللجنة انتهت إلى كذا كذا وعليه تقرر إذا كان اللجنة صاز براهيم بتدفع بعدم الاخصاص راح يكلم الأول أولا قانون الهيئات 71 ل2017 يدي الوزير المختص هذا الحق في التفتيش المالي والرقابة الإدارية على كل الهيئات بمفاعل التحادات الليحة المالية الموحدة التي استحدثها سيد الوزير في أبريل 21 21 تعطي الوزير كل السلطات والاختصاصات في الرقابة المالية والإدارية وفيه جزء مالي مهم لأن فيه جوائز طبعا فيه حقوق كبيرة جوائز كبيرة فيه حقوق مالية مترطبة عليها فالقول بأن أصل دي اختصاصنا مالي ما تختصص شكلت الوزارة اللاجنة لكن الدفع بعدم الاختصاص ده كلام برى المنطق الاكتفاء بإصدار توصيات ده كلام برى الإدارة برى مفهوم الإدارة الرياضية خالص إذن ينتهى الأمر عند الوزير عند الاتحاد يجي الاتحاد يقولك طب الوزارة ما طلبتش مننا حاجة إحنا عايزين ناخد قرارات بس الوزارة اديتنا مجرد توصيات هل هيضيح حق الأهلي ما بين اعتبار اللاجنة صدر عنها في توصيات في أول وقعة غير مسبوقة إن الجهة العليا تنزل توصيات للجهة اللي تحت فاللي تحت مش مولزم بتنفيذ توصيات بس في بس أستاذ برايب أنت بتحق في وقعة في توصيف للوقعة أن الخطأ موجود في الاتحاد خلاص ثبت الأمر وشاور على الإدارة التنفيذية وشاور على الإدارة التنفيذية ها أنت مستني إيه مستني يا أستاذ جمال أنت بتقول لو عندي غلط هعزم المسؤول عندك غلط مستني يا أستاذ جمال يا أستاذ جمال إحنا بنحترمك ونحبك ما تخلناش بقى كمان دماغنا تليف أعمل معروف الكلام بالطريقة دي مش صح يعني يعني وكل بقى زي ما يكون تاهتوا الإناء جات لنا مصيبة نخسرنا أربعة من كوريا فدخلتنا بمشكلة يهاب جلال ولا فاهمين إن دي حتاكل دي ها لا ويجيبوا صديقة كيروش بيتشرط دلوقت لا مش حايل ها بيتشرط كيروش هو وعد اللي اتعامل مع مش حايل إلا إذا جاء بقى ولغى الدنيا كلها إذا جاء هيلغي الاتحاد واخد بالك هيتعامل مع شخص وغالبا هيبقى الكابتن حازم والكابتن حازم زي ما أنت عارف يعني رجل مهزب و هيظل رجل مهزب لكن في الإدارة أحيانا بتحتاج تكون صارم تكون حازم تكون حازم هيوه طيب اللي دايق كمان تاني إنه كابتن شوبير يرجع يفتح الملف أو زينا يرفض غلقه ويقول إنه عنده معلومات إنه الكاف فضل مستني وكان يتمنى إنه مصر تقدم عشان ترفع عنه الحرج نشوف جالي كل كواليس مدارة داخل الكاف إنه الكاف كان ينتظر تقدم مصر بطلب لاستضافة اللقاء وأنه كان هناك اتجاه داخل الكاف إنه لو الوداد وصل ما وصلش الأهل المغرب تاخدها لو الأهل وصل ما وصلش الوداد تاخدها مصر لكنه كانت توجه الأكبر وده اللي تبناه باترس متسبي إنه المباراة لا تقام في المغرب وإنه أخر جدا الإعلان عن الدولة المستضيفة لإنه حاول بقدر الإمكان إنه المباراة تذهب إلى السنغال وإنه أخر إعلان النتيجة على أمل إنه يعمل جلسة ما بينه وفوز الأغجع وسنجور رئيس الاتحاد السنغالي ينسحب في الجانب المغربي والمباراة تذهب إلى السنغال أنا هنا بقول لك معلومات خلي بالحضرتك يعني لكن كانت المفاجأ لما حصلت القاعدة الجانب السنغالي يقول إنسحب حاولوا يجدوا أي مخرج عشان يبقى فيه منفز مفيش عندك معاد المعادة قفل واتضح كمان إنه هم يعني إيه كانوا بيوسطوا لهم ناس ما تتحركوا اعملوا حاجة مفيش خالص يعني لكنه المؤكد بنسبة ما في المية إنه لو الاتحاد المصري كان قد تقدم بطلب لتنظيم أو استضافة هذا اللقاء لما لعب اللقاء لا في الأهلي ولا في الوداد شوف لحد إبريل لو بعد الأهلي مفجر المشكلة وظهرت على السطح كان يستطيع الاتحاد أن يطلب تنظيم المباراة ويسيب بقى الاتحاد الأفريقي يقبل يرفض يبقى كده يبقى المشكلة عند الاتحاد الأفريقي ضمنية لأن أنت برضو المشكلة عندك من الأول لكن ما فيش إرادة هو مش عايزك تنظم البطولة هو مش عايزك تلعبها في بلد محايدة طب ما تقول إنه مش عايزك تكسبها ما هو مش عايزك تكسبها بس يعني هو مش عايزك تلعبها مش عايزك تكسبها هو لو عايزك تكسبها كان يسبقك أنت مستناش رأيك الله وده هنا هو مش معتبر أنه قضيطه القالة دي مش قضيط هو أستاذ إبراهيم دلوقتي الفلوس اللي عمالة تطلع من الوزارة لأن دي بعينها والتدخل لحل مشاكلها طب أنت لك حقوق وليك حاجات ده يتقال لك إن أنا مش ملزم ده عرف مش لايحة اللي هو كلام فارغ يعني واخد بالك ما فيش إرادة أن حد يقف جنبك في حاجة الغمضة يعني مثلا الديت السنة الفاتت فوق المئة مليون جنيه والسنة داخل سبعين مليون ولسه واخد بالك ماشي مش عايزين الأندية تتعصر وانت عايز توقف مع اللي عنده ظرف بس إيه نادي الثانية برضو عنده ظروف ما تنظر عنده انتزامات ويحقوق ده النادي الآلي وصل طب اتوسطوا معنا لدى الشركة الرعية اللي انتو بتاخدوا مننا فلوس للمنافس بالآجل آجل لينا عندهم فلوس خدوها ما تدو قالناش بالمتأخرات وتفعوا للجهات الحكومية اللي نفذت مشروعاتنا للينا فلوس عندنا عشان نعرف نفتح مشروعاتنا وضع مش مفهوم وضع مش مفهوم ولو حاولت تفهمه حتتعم يعني معرفش ما هو الكابتن خطيب في المؤتمر الأخير حكاية الجواب اللي كابتن شوير بيقول انه فضل الكاف مستني انه مصر تبعد تطلب تنظم عشان يبقى واحدة ضد واحدة فنديها لمنطقة تانية وقال لك كان مؤكد لا يتلعب لا في المصر ولا في المغرب كابتن خطيب قال لك اتصلت بالأستاذ جمال علام يا أستاذ جمال اطلبوا نظموا المباراة قال له بعثنا جواب قال له طيب كويس رح مكلم قال لك كلمت المهندس هاني يا بش مهندس ارجو ان انت تدعم طلب مصر بتنظيم المباراة قال له قدمه قال له طيب هشوف قال لك رح تكلم له أستاذ جمال يا أستاذ جمال انت بتقول ان انت قدمت جواب بطلب التنظيم وهاني بيقولك ما قدمتوش مين الصح قال له احنا الاتنين صح قال له ازاي قال له احنا قدمنا طلب قلنا جواب قلنا هتتلع في ملعب محايد طب وانت محتاج تبعد تقوله تلعب في طلب محايد لا هيقولك فيه مفيش حد مفيش إلا سنغال والمغرب والمغرب قدر يعمل ديل مع السنغال يخليها تنسح ونجاريا اللي ترفض وعدين يتوفي عملية فانت انت اللي سهلت لهم العملية يعني انت حتى لما كان عندك فرصة تبعد تطلب التنظيم طلبت تقولهم لا خلوها في ملعب محايد بيسأل السؤال اللي يجي إجابته في الاتجاه اللي هو عايز وانا قلت لك قبل كده دي مشكلة الاتحاد المصري في معظم الحالات بيبعت الاتحاد الدولي الأوراق المعطيات اللي تقدل النتيجة اللي عايزة انت بتدخل معطيات بتطلع لك نتيجة من الحتة التانية فانت لمتحكم بمعطيات النتيجة اللي انت عايز خل بقى حقوق دي حقوق لعيبة حقوق كده وانت ماشي في السكة دي حقوق كهرباء طيب اللي حصل من اتحاد الكورة خل وبعد كده قال لك هنجيب مدرب أجنبي للمنتخب ومدير فني للاتحاد أجنبي ومدرب أجنبي للمنتخب الأولمبي وخبير أجنبي للتحكيم فكتب صديقنا العزيز ماجد نوار في الجمهورية قال لهم والنبي مطلوب خبير أجنبي خامس يدير اتحاد الكورة هو ده اللي ناقص عشان نخلص من المسألة فني اتجاه يعني فني اتجاه الخامس ده قالك يدير الاتحاد التي يتم تشكيلها لحسم أي قضايا فساد أو قصور في الأداء أو إخفاق وأخطاء إدارية فاضحة وشبهات تآمر تسبب أضرارا جسيمة وتسيء لسمعاتنا الرياضية أصبحت بمثابة لجان للتهدئة وامتصاص الغضب والشعر لتعود الأوضاع إلى نقطة الصفر مجددا دون اتخاذ عقاب أو الوصول لأسباب الإخفاق أو الإهمال الذي حدث دون معاقبة الجناء أو حتى الوصول للحقيقة لارتكاب هذا الخطأ المقصود المقصود بطبيعة الحال ده خلاصة كلام مجد نوار فبيقول لهم لو المسألة الحلة عند الأجانب هاتوا خبير أجنبي يدير الاتحاد ده بدل منكم ده كان آخر ما فيه لعب العيال كما وصفها الكاتب الصحف الأستاذ كرم جبر رئيس المجلس اللي على لتنظيم الإعلام إنه اللي حصل مع النادي الأهلي ده كله في الآخر لعب عيال نطلع لفاصل وبعد الفاصل هنشوف مباراة القمة واللي فيها أهلا بحضراتكم من جديد شفنا آخرة لعب العيال إيه في انتظار هذا الرد حسب توصيف الأستاذ كرم جبر لكن مباراة القمة كان فيها كلام كثير بي بعضمت لسانه مباراة التلت دقايق كده بالزبط المباراة اختزلت كلها في لقطتين في الآخر القمة 124 التعادل 22 فيها 3-4 أضايا مهمين جدا لنقشهم لأنه فجأة الناس خادت جمهور الأهل بالذات لسكة تانية خالص الحق لدرجة أنه أحد المقدمة البرامج الرياضية قال لك الأهل يتعادل مع شباب الزمالك وأنه الزمالك لعب بالناشئين والأهل بالفريق الكبير علشان نناقش المسألة بموضوعية شوية هقول لكو أعمار الفريق التين لأنه هتكتشفوا أنه متوسط أعمار الفريق التين متعادل إذا كانت النتيجة انتهت اتنين اتنين متوسط الأعمار في الفريق التين 27 سنة 27 سنة وقبل ما الناس تاخدكوا في سكة أصولوا لعب بالناشئين والناشئين الزمالك اتعدلوا أحرجوا كبار الأهلي لا أكبر اتنين في الملعب نجمية الزمالك شيكبالو عبد الشافي 36 سنة وهقول لكو كل الأعمار بالزبط في الفريق التين ومتوسطهم متوسط أعمار فريق التنادي الأهلي 27 سنة خلاصة 445 سنة على 16 الستاشر اللعب اللي شاركوا الشناوي 33 سنة علي معلول 32 ياسر إبراهيم 29 زي رامي ربيعة ومحمد هاني 26 وحمد فتحي 27 وعمر السليا 32 وعبدالقادر 23 وقفشة 26 وطاو وشريف 26 ومتولي 29 ومحمود وحيد 28 وصلاح محسن 23 وحسين الشحات 29 وطاهر 25 صلاح محسن 23 وإحمد عبدالقادر كام 23 هما بيعتبروا اللعيب اللي عبد 22 سنة في الزمالك ناشئ لكن اللي عنده 23 سنة في الآله ده كبير صحة متوسط أعمار الزمالك أيضا 27 سنة يمكن الآله عنده بوينت 8 زيادة 432 سنة في الزمالك على 16 27 سنة عوات 29 محمد عبغان 28 الوينش 27 محمد عبدالشافي 36 عبدالله 26 إمام عشور 24 أشرف روء 26 سيد نمار 22 وأشرف بن شارئ 27 وعمر السعيد 31 وأحمد سيد زيزو 26 سيف فاروق جعف 22 وحسام عب مجيد 21 شكبالة 36 يوسف أسامة نبيه 21 ومحمد الناجم 30 سنة يعني فكرة إن الناشئين والكبار دي سيبكم منها سيبنا برضو من حدة إن الناشئين أو التبديلات بتاعة الزمالك الولاد الصغيرين خدوا وقت قليل مش دا الموضوع لا لا دا الموضوع دا دا الموضوع قوي آه أنا عايز أعرف إحنا عندنا اتنين أحمد عبدالقادر وصلاح محسن لو حد بقى يقول لي لعبه كم دقيقة ويقول لي ناشئي الزمالك لعبه كم دقيقة لأن في الآخر في منهم اللي لعب خمس دقايق وللعب ست دقايق وللعب أربع دقايق ويقول لك لعب 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 الآله بالناشئين وكواس أول أنه لما يعني يعتبر التعادل معاك فوز وانت بتعتبره هزيمة طب انت طلبت الدقايق بالضبط يوسف أسامة نبيه لعب مكان نمار في الديئة 67 وناشئ مكان ناشئ في واحد مكان واحد في الديئة 67 حسام عبد المجيد لعب في الديئة 71 مكان زيزو في الديئة 71 يعني ده تلتسعة وده 22 دقايق سفر وغفر لعب في الديئة 87 مكان بنشارع 87 عم تكلم في 3 دقايق 10 دقايق بالوقت الضاية 8 دقايق بالوقت الضاية شغل يعني هل ده شوفوا الفرص شوفوا نبي الفرص إنما يا جماعة إنما إنما القضية المهمة في المفارقة قضية الغيابات لأنه فجأة تم أخذ الناس في سكة إن الزمالك عنده غيابات كتيرة والأهل مكتمر الصفوف هذه الخدعة اللي قبل الماتش ومحدش قال هو مين الغيابات هنا ومين الغيابات هنا يعني في أربع غيابات في الأهلي لو موجودين أساسيين ديانج لعيب دولي أساسي أيمان أشرف لعيب دولي أساسي محمد عبد منعم لعيب دولي أساسي وأكرم توفيه لعيب دولي أساسي بمراجمة محمد عبد المنعم لو سليم كان هيلعب عنده 23 سنة وأيمان أشرف هيلعب عند كامعة صوية بالضبط بالضبط يعني ده يا جماعة فكرة إنه الناس خدت الجمهور وخدت الرأي العام في سكة تانية خالص إنه هنا ده مكتمل وده ما عندهش غيابات وده معظم لعيبته غيابات ديانج الوحده قضية ديانج أغلى لعب في القيمة التسوقية في الدور المصري ومن أهم اللعيبة الموجودين وأنا بكلمكم على لعيبة دوليين يعني حتى لو قرنت غيابات الزمالك بغيابات الأهلي على الصفة الدولية مش هتلاقي التأثير ده لأن أنا بقول لكم أربع لعيبة دوليين بدر بنون ملعبش وهو لعيب دولي في المغرب صحيح إنه كان احتياطي بس أنا بكلمك على أليو ديانج على أيمن أشرف على محمد عب منع على أكرم عب جي أكرم توفيق سيد زبراهيم في نقطة الناس لازم تفهمها في ناس خارجة من نقاها ما تقدرش تلعب به بشكل أساسي أو فترات طويلة درجة لسه راجع من الملعب فطرة نقاها زي محمود متولي زي حتى كابتن عمر السلية والنهاردة كابتن حمد يفتح لأنه مش مكتمل شفقة وبيرجع يخرج من الملعب باستمرار لا طبعا ظروف الأهلي بس قبل قبل المباراة نجح الإعلام في إنه صور لك إن النادي الأهلي مكتمل الصفوف ومية مية والزمالك والذي يعاني والذي يقول لك أنا خاف إنه يتغلب خمسة والذي يقول لك أنا خاف يتغلب ستة لدرجة إن الزمالك لما يتعادل مع النادي الأهلي يبقى إنجاز ده على فكرة يا جماعة ما هي دي بقى قيمة الأهلي إنه حتى جيزفالدو فريرا المدير الفني للزمالك قال إن أنا كنت ملاحظ إنه لعبتي ما عندهاش عقيدة الفوز على الأهلي مش مصدقين إنه ممكن يكسبوا الأهلي وقال إن أنا بين الشوطين بزلت مجهودة عشان أقدر أحفزهم ورجحهم للمباراة وهنا أنا عايز أتكلم على لو إنه بتتكلموا على الفرق بين الكافتين شوفوا بقى خبرة أنتوا بتقولوا خبرة لعبتي الأهلي مقارنة بنشئين الزمالك لا خبرة واحد زي زي بفريرا بسنه البروفيسير وقيمة مدرب وعد بحجمها سن الكابتن سامي ونصان اللي أعطي هذه المسئولية فجأة تولى الموضوع عنده مشاكل في النواحي البدنية هو اللي تولى الموضوع كمدير فني وفي المقابل فريرا راجل مستقر ومستمر وعنده كل خبراته لا لا طبعا يعني هو سامي ونصان يعني كمان من الظلم أن نحن نعض قيم فيه في الفترة دي لأنه هو ما كانش مسئول عن القرار الشهر اللي فات تعرف لو كابتن سامي قمصان بسنين من الفرقة بقاله شهر ولا خمسة واربعين يوم كان ممكن تيجي تقوله أنت ما جهزش فرقتك ليه لكن هو كان بنافس برنامج حد تاني طيب احنا هنحاول نشوف ملخص للفرص يعني ملخص لفرص الآلف الشوت الأول وملخص فرص الآلف الشوت التاني دي فرصة لزمالك ماشي ده ملخص الفرص في الشوت الأول لا اللي فاتت دي كانت أول ولا تاني الشوت لا هنبدأ دي دي ملخص الفرص في الشوت الأول مش كده طيب ده الشوت اللي هي كله سيطرة للأهلي وفرص حقيقية بالضيع الدرس الكبير اللي لعبت الأهلي في الشوت الأول مش مهندس وده اللي احنا لازم نلوم لعبتنا عليه إنك لما تتاح ليك فرص في هذا في المستوى ده في اللقاءة زي كده ما ينفعش عدم التركيز ما ينفعش استسهال ضياع الفرص والاختفاء بوجون والكلام ده ما يصحش يكون عشان نكون عندنا قدر من النقد الزات لنفسنا شوية دي مباراة تخلص في الشوت الأول وتنتهي طيب أنا عايز أعلق على الجون ده أستاذ براهيم يعني الجون ده لو جابه أي حد غير شريف أو النادي الأهلي كان بقى حدوتة وحكاية ده استلام رائع توجيه رائع عدل جسم شكل رائع لعبها بطريقة رائعة هو ده جون المباراة تعالف عبقرية عماد متعب فين وأنا بتفرج على تحليله قال حتة شوف لما هتتعاد الجون ده تلخص في البصة بتاعت شريف والكرة بتنزل هو راح شاف عوات فين بص قالك هو بص عليه ولذلك نزل الكرة ببطن رجله في الزاوية التانية مال بجسمه ولعبها مجرد ما لمحه هو بص شافه بالقوة المناسبة ده جون عبقري جون ده في البصة لأنه لو ما بصش كان ممكن يلعبه في يده جون يعني عاجز أعرف جون ده لو جابه حد تاني في الفريق منافس كان زمانه بيتعمل له قسطورة طبعا قصص يعني أي نحن الآن بقى إنا نتكلم على الأوفر ده يشوفوا ويخدها من مرة واحدة في الزاوية الفاضية هتتفرج على فرص كتيرة أهي ده أفشة ده بعد الهدف أفشة دي لا يمكن سوم محمد عبد القادر أيوة لا يمكن ما شطها برضو أستاذ إبراهيم بلك يعني يعني ما تقدرش تقول يمكن أنا أفشة لو كان لعيب على يمين يعني كان ممكن فيه انفراد لحد تاني عدهلنا كده تاني يا شوارب لو تقدرت عدهلنا تاني حواري لك أنه كان على يمين وحد لا قابليها قابليها لما رجعت لما تشاطت لما تشاطت من نص الملعب وردت ها أيوة من هنا هاني هاني هدي كورة اهيه شايف لعمالها اهه لعمالها اللي جابه ده الشريف ولا مين اهه جون مؤكد كان طالع عواد من الموضوع هي دي الفكرة اهه لعبتنا بقالها مدة بتلعب فردي اهه هي دي مش اهه 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 يعني كده ثلاث فرص يا جماعة بعد الجون كان مباراة تنتهي تنتهي تماماً وده الحقيقة درس كبير لللعابة ديت يعني ماينفعش ابداً جيل اللي سباكو بنا قيمته وقسطرته على مثل هذه المباريات بيستغل فرصة مباراة زي كده ويكسب خمسة ويكسب ستة ويدخل التاريخ انتو ماينفعش البخل الشديد اوي في ان انا جبتوا جنو كفاية لا مش كفاية مين قال كفاية اهيه علم علول برضو الاختيار اللي كان هنا قفشا بيقول لأنا كنت هنا يعني كلها برضو مش بدلك قرار غلط قرار قرار غلط الحقيقة انا شايف شريف يعني عمل بيقطع كويس وبيلعب من اول لام سوي يعني وجاب جن صعب جدا جدا يعني طبعا سورك تتلع من الماتش دا والناس مش مبسوطة منك يعني اتفضل اهو اتفضل اتفضل هنرقص ونشمس بقى اه قادي الشوت التاني قادي فرصه الشوت التاني يا جماعة اللي بيتقال الاهلي ملوش فرص وسيطرة كاملة للزمالك وحبوا يوصلوها قالك الاهلي خد الشوت لوهلي والزمالك خد الشوت التاني تفتكر ان الاهلي غاب عن الشوت التاني ما كانش موجود وكأن المباراة زي ما قلتلكم هي تلت دقاية اتفضلوا بصوا فرص الشوت التاني اللي الاهلي ما كانش موجود فيه لا وبيضغط اتفضل بص بص خلي بالك بيضغط الاهلي بيضغط وبياخد ولا ما دي خطأ لما تتكلم نتيجة خطأ نتيجة ضغط اتفضل يعني بص بص الاهلي بتفرج يعني انت بتوصل بخطورة قد ايه وبسباص خدوا يعني ده الشوت يا جماعة اللي الاهلي ما كانش موجود فيه لكنه فجأة الضربة اللي في العرضة هي اللي خادت الناس كلها المباراة عبارة عن كرة في العرضة اتفضل كل المباراة اعتبروها الزمالك افضل عشان له كرة في العرضة في الشوت تاني الزمالك في الشوت التاني احسن من الزمالك في الشوت الاول ايوه اهي فورة ساعدين اه الزمالك في الشوت التاني احسن من زمالك في الشوت الاول اللي ما كانش موجوده كان ممكن يشيل ثلاثة واربعة اتفضلوا اه بصوا بيوني طبعا أنا هنا هو أنا هنا هو كلها يا جماعة وكابتن سامي أكيد هيعيد كلها دي قرارات خطئة يعني العيبة لما تشوف هو نتكلم في سوق البخت وسوق الحظ والكلام اللي ما بيصلحت دي كلها نتيجة قرارات خطئة ده كل دي فرص ما بين واحد بيفكر في نفسه فقط أهو دي عايزة محاضرة في القرارات الغلط الجون الجون داخلت طبعا وشكبال عايز يلعب طيب قولي بقى بالله عليك دي أصعب ولا الجون بالتاني بتاع الزمالك ولا الجون الأولاني بتاع الزمالك دي أصعب طبعا أصعب كابتل شكبالة كان عنده أريحية يلعب الكورة في الجون الأولاني الجون الثاني دي خطأ مباشر وحاولك سببه دلوقتي شكبالة في الجونين اللي جابوا بقوله صنعوا اللعيبة سمحت له بكده كسكسه محدش ضغط عليه ما كانش ينفع يعمل الكروس اللي عمله أبدا وتكررت ودي مهارة واضحة عنده يعني كل مباراة قمة بيلعبها اللعيبة زي ما تركزش في دي انت لو ضغط عليه انه ما يعدلش على شماله مش هيلعبها خالص لو راح بيقى لليمين هيتطلع بيقى هذا مستلم خلاص انت سبت وانت لو جبت حد عنده حيوية جنبه من الأول ما يستلمش وعلي معلول في جونش كبالة هو باخته كده يعني هو لا القرار برضو عدم استشعار الخطأ بس أصيب رهيب هو كان لازم أن يشيلها في الاتجاه اللي جاي منه عشان ما هو مش متعود على ده ده اللي بقى لقولك اهو اتفبع بص ده لو ما شطش هلعبها هنا جون يعني حتى لو شط لو فيها هتوفيكت مشت أو ردت لكن يعني فيه النادي الأهلي له محاولات وله سيطرة اهو ما تشوفت طب تشوف الأرقام يعني برضو لو حد يجيب لنا الأرقام هتجد كل الأرقام لصالح النادي الأهلي أي أنت مشكلتك أستاذ إبراهيم أنك لا تستشعر الخطر في الدفاع فبتحول تستلم الكرة بتحول تبتدي هجمة لكن أنت لو أخذ اهو كل دي فرص كل دي فرص طيب هذه الإحصائية ديت الأعداد والمخرج مركزين معاك كويس قوي هه 55 45 اللي الصحواس 55 45 للأهلي ها التزديدات 15 للأهلي 9 للزمالك ها إيه رأيكم والفرص الكبيرة الكبيرة اللي هي لازم أن تيجي جون 3 للأهل و 2 للزمالك ها يعني عندك الفاولات 7 للأهلي 9 للزمالك الأفصايد 4 للأهلي 2 للزمالك الكورنرز 7 للأهلي 6 للزمالك إجمال التزديدات قلتلكوا 15 لتسعة طيب هل ده معناه والتزديد في الهدف نفسه 4 4 لل5 واللي بره التارجد بره المرمى 6 للأربعة شوف انت قلت حاجة كويسة إن الزمالك في الشوت التاني أرجع أقول لك حاجة كويسة حاجة واحدة إن الزمالك في الشوت التاني طبعا أفضل من زمالك قرنته طبعا أفضل كتير إن الزمالك قدر يعمل ويتقدم أي إن الزمالك له آخر لقطة في المباراة وهي تدوم كرة في العرضة التلات عناصر دول خلوا الناس خدوا المباراة في سياق مش موضوع شوي لكن الأهلي كان الأكثر استحوازا الأخطر على الفرص الأهلي بيحاول لكن أنا الشق بتاع الابتلاد الدفاعي من السنة اللي فاتت مش عجبني لأن لا يمكن إطلاقا الكرة بتاعة إمام عشون رجاء في العرضة دي ده موقف يحصل مع فرقة تستشعر الخطر مشكلتنا دفاعنا ما زال لا يستشعر الخطر فعشان كده الكابتن الشناوي حاب يسند دكورة 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 جات فينا جون لأن إنما لو أنت فرقة بقى مستشعر الخطر كل ده يحصل كلير مش هتوقف ولا هتيجي الشايط على طول فيجب على الأهلي في الحتة دي بقى من فضلكم الأخطاء دي إذا قررنا تاني لأ هنزعل جدا 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 اللعيب الكبير مش هو اللعيب اللي لازم يعمل حاجة فوق العادة إنما يعمل الصح كان مرة كابتن طارق سليم وانت تعلم من الكابتن طارق سليم رح نطل عليه طيار صحيح فكان نزل خبر عندنا واحد في النادي الأهلي كابتن صف ده كان عفريت فكان عمل نزل بهاي ريسك مخاطرة عالية جدا وعمل لاندنج في جو ضبابي بطريقة بسرعة معينة فكنت بتكلم معاه قلت له ده ده قدر عالية قال لي بص يا عادلي الطيار الكويس مش اللي يعمل حاجة صعبة الطيار الكويس اللي ما يعملش غير الحاجة السحل والصح والمضمونة اه يعني يعني جيت اقول له ايه قال لي انت فاكر مثلا هوما نازلي بالطيار الناس بتثقف لما الطيار ما ما تحس ش به وهو نازل لازم اللطشة الخفيفة دي تتحس ده الصح التاني فيها ريسك فيها مخاطرة فالطيار الصح أنا ده اللعيب الصح اللي اعمل لك الصح جاية كده شيل اه طبعا شيل انت مش عارف إلا وعلى فكرة الشناو مظلوم شوية في الكرة دي الجون التاني لانه لما رحلها هو فوق ان فيه لعيب جايله ولقى علي معلول على شماله فكاش كاش لو لمس هده ممكن تروح للده فكاش فراحت علي معلول ممكن علي معلول برضو يكون ترقص خفيفة يعني هي فيها فوق وعلي افتكر ان الشناو هيمسك بس كانت صح كلير شلوت في الاتجاه اللي جاية منه أنا مرة شفتها من كابتن بركات جاية طبعا جوة انت مشايف ظهرك انت مشايف ظهرك كان انما هو شاء القدر ان يكون المبركد اذا مالك عمل كامباك كويست لازم يحيي عليه فريرا فكر بطريقة صح انه هو قال انا لو نزلتش كبال علي لعب لكورة ولا اثنين ولا ثلاثة في خطورة ومؤكد دي لعبة الهلهم وتعاملت اتعاملت لان لو علي معلول وجدت تعاون الكامل من خط الوسط او الجناح اللي قدامه انه يلتسق ويقرب من الكابتن شيكابالا لكن احنا استسهلنا المطش شوط الاولاني شفناه ان المطش ده سهل بالنسبة لك فعشان كده رغم تفوق الميداني دخل فيه جولين وكان ممكن يخش التالت طب انت زعلان ليه وهما مبسوطين ليه لانه هو شايف انه كان ممكن يخسر انه خسران الدور الأول خمسة لا وكان ممكن يخسر في المطش ده وانت زعلان لانك كان المفروض تكسب بكل المعايير يعني مش لان ظروفك احسن لان الملعب قال كده انت منزلت الملعب انا كنت واحد من الناس القلقانين جدا جدا انا بقول يا رب تعادل واخد بالك لكن لما تشوف المطش وانا بشوف هذا لأ قلت لأ حرام يضيع المطش ده فعلى العموم فنبقى هكذا لا يرضينا غير الفوز الذي يعني اي نتيجة اخرى قد تبهج الاخرين ده خلاصة الكلام هنطلع لفاصل وبعد الفاصل هنشوف بقى مين اللي تمسك من عظمة لسان ما تخافش على الاهل ما تخافش على الاهل الطول ما الاهل زعلان على التعادل وغيره بيحتفل لكن المشكلة انه حتى في الاحتفالات يا جماعة يبقى تمسح حتى الحقائق البسيط فيتقال اصل الاهل دلوقت معفوش استقرار بقى زي الزبالك زمان الاهل بيغير مدربه في وسط الموسم لكن الزبالك عنده استقرار لما يتقال الكلام ده طبعا حسنا نتمنى الاستقرار للجميع مؤكد لكن فيما يخص الاهل في اخر خمس سنين يعني لو اعتبرنا انه من 2017 في الفرئتين بالمناسبة في الفرئتين الاهل غير مدربه ثلاث مرات او خمس مرات المدير الفني وتلاث مدربين مؤقتين تولوا وانت السنة دي ما غيرتش في وسط الموسم انت ديتس موسمان الراجل الموسم خلص في كل الدنيا الموسم ممتد عندنا احنا هو اللي حب يمشي احترامت رأيه احترامت رغبته وتم الانفصال بالشياكة واحترام هو نفسه اشاد بيه رينيف فيلر قبل منه لزروف كورونا الراجل ما حبش يستحمل ومشي فمحدش يزايد مع الاهلي ولا يقاوح مع الاهلي في حتة الاستقرار لانه ما اعتقدش ابدا المقارنة هتكون لصالح حد تاني الاهلي من 2017 عنده خمس مدربين اساسيين وتلاتة مؤقتين الزمالك في نفس الفترة عنده تسع مدربين اساسيين وستة مؤقتين يعني خمستاشر مدرب للزمالك وتمانية للاهلي في نفس الفترة اللي هي من 2016 ل2017 لغاية النهاردة فدي برضو علشان محدش ياخد الناس في السكة السريعة المباراة الحقيقة كان فيها لقطة بحي الكابتن احمد شوبير عليها لانه لقطة ذكية جدا في هدف الزمالك الاول ازاي الكرة هدف التاني ازاي الكرة بتتحرك اتلعبت وتنفزت والكرة بتتحرك وافتكر وقعة الاهلي والبنك الاهلي بتاعت روح البروتوكول وروح الفار نشوف الكابتن شوبير وهو بيقارن بين الحالتين سواء بيقول لي عايزة أريك لقطة المباراة وردهاني لكن اللي عايزة أقوله انه هنا حاجة جميلة هنا حاجة مباراة الشوت التاني خاصة مفتوحة جدا فرص هنا فرص هنا تألق للحراس تألق للقائم محاولات ولاد ولاد صغيرين لا أنا مش شايف لا طيب دي بتاعة البنك الأهلي طيب حطها لي على الشاشة كبيرة بس عشان أشوف الله يخليك لأنه هنا نشوف بس اللعبة عاملة ازاي لأنه بيقولولي الفاول طيب هنا الفاول بتعز ملك الكرة بتتحرك وجي منها جون يعني عادي هنا بس عشان ناس شوفها بعد ما تخلص الكرة مرة تانية ده الجوم بتاع بن شارقي ده العادي يا جماعة يعني حكم الفار هنا ما تهورش اللي جوم اللي اتنين دول من أسبانيا ما شوفناش شكلهم ما شوفناش شكلهم لأنه هو مش جاي عشان يطلع في اللقطة عشان يقولك حكم الفار استدعاه ولا 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 لا قادي اللعبة لكن شوف شوف الفاول مرة تانية عامل ازاي ده مهم اه ما سبتتش اه لكن ده عادي في الكرة عادي كرة ما بتقفش بره للحاجات دي عشان كده حتى لما كابتن عصام دخل معايا من دخلة بقولي العدالة ومشي العدالة دي ما لقاش علاقة بالعدالة أنا لنا علاقة بالقانون يعني فدي جون ودي جون يعني أنا ما بشككش على فكرة في هدف الزمالك يعني بس بأكد على صحة هدف النادي الأهلي يعني يعني يمكن دي كتمتحركها أكتر شوية لأ وراني سنها كمان شوية يعني عشان بس تبقى بينها للناس يعني خلاص كرة بتتحرك هي والراجل بيلعبها قبل ما تقف عادي عادي ما ينفعش انت كحكم وحكم دولي وحكم كبير توقف حكم يا جماعة النهاردة عشرة بصوا ما عندوش غلطة الحكم ما عندوش غلطة الحكم الأسباني التقم الأسباني ما عندوش غلطة ما عندوش غلطة مباراة كلها من أولة لأخرة حاجة آخر امتياز حاجة عظمة العظمة يعني عظمة العظمة من وجهة نظر الشخصية طيب فين حق الأهل يتلغي دي يتحسب دي فين حق الأهل هو الصح ان الجون صحيح بتاع الزمالك لا عارف بقى جون الزمالك أخطر ليه فورك الكرة بريجو ده لعبها مرتين مش مش لعبها هي بتتحرك ده زقها برجله لعبها هتوها تاني يا جماعة ده لعبها مرتين هو ده الخطأ اللي في القانون بقى مش الخطأ التقدير انك تلعبها من مكانها أو ثابتة أو متحركة أو ثابتة أو متحركة لو سمعتوا جبوها هتوألنا عشان ناس تعيش معنا الأجواء العادلة للتحكيم المصري بالمناسبة الحكم الكل أشاد به الكل أشاد به حتى انه كابتن جمال الغندور يمكن له تصريح انه قرار الحكم بعدم احتساب ضربة جزاء للزمالك قرار سليم مية في المية وانه الزمالك لا يستحق ضربة جزاء في كرة إمام عشور ضد ياسر إبراهيم والكرة اللي تكلموا عليها انه كانت في ايد ياسر إبراهيم ياسر إبراهيم ايديه كان في ظهره واللاين ما نفسه او الحكم المساعد قال للحكم الكرة في سدره دي كانت واضحة لكن للأسف كابتن جمال عب حميد سمعتله رأي عجيب وغريب قالك لو كان حكم مصري الزمالك كان كسب لأنه له ثلاث ضربات جزاء حتيجي فله ثلاث ضربات جزاء بالتوقيت المصري اي طبعا بتوقيت حكام الاحتواء يا كابتن جمال بيموت في الاحتواء لخص يا حبيبي لخص طيب هنقدر نشوف الفيديو بتاع كابتن شوير في لحظة تنفيذ اللعبة بس او لو هنجيب الهدف بتاع الزمالك من بدايته من بدايته بس اللعطة الاولانية لان اللعطة التانية مش هتبقى طيب على مجهز ده باش مهندس هتشوف ها دلوقت ايه اهو لا يا عايزة في بدايتها من الاول لا كل ده مالوش علاقة بالحادث اللي المهندس عادل بيتكلم عليه هو بيتكلم على مصدر الخطأ في البداية انه لعب الزمالك اللي نفذ الفاول ارجع كمان ارجع لمسها مرتين وهو بينفذ ايه شوف المس يا حبيبي في لقطة اوضح من دي مش باينة كده انزل انزل بالكدر هو ده الكدر اللي موجود لا انا شفتها شفتها هو دلوقتي هو بيعرضها بيوش شجاز مهن هي برضو الكاميرا مش جايبة للجزء العلوي لللعب طب استنى يمكن فيه اعادة تانية شوف كده داسع الكورة وزقها ولعب هي اتحركت ازاي اتحركت ازاي هو ملعباش بايده هو داسع عليها وزقها كده ورح لعب في كل الاحوال يا جماعة القضية هنا فين لان هي قضية التحكيم هنا اللعب نفذ الكورة وهي متحركة والفور ما نده شو لعب والفور ما جابهوش واتضح انه ما فيش حاجة في الكتبة الكبيرة اللي اسمها روح البروتوكول وروح الفور وعايز اقول لكم على حاجة لانه دا ساعتها كان الحق القانوني اللي النادي الال اللي اعترض عليه وطلع الكابتن عصام عفتاح قال لك هو الال عايز يكسب بشكل غير قانوني العدالة والعدالة وروح البروتوكول وروح الفور وكل المحللين الكابتن عصام عفتاح بعت لأحد مسؤول لجنة التحكيم في الفيفا الواقعة ديت قال له الفور يدخل فما اتكلمش لا اعتذروا للأهلي ولا لم الحكم ولا اعتذروا هم حتى وده اللي احنا قلناها ساعتها يا جماعة انتوا بتصدروا مفاهيم للحكام خطر انت كده بتقول للحكم مرة علمتوا ازاي يحتوي ومرة بتعلمه ومرة بتعلمه ازاي يطبق روح الواقع رجع بقى بدا مجدته اهو يلا خلاص هو ده الفكرة على فكرة ساعة هدف الالي في البنك الالي كابتن عصام تعمل مع الموضوع بحدة شديدة جدا وكأنه بيتهم الالي انه بيقرصن او بياخد حاجة مش حق هفكركم وقتها مبرره لروح الفر وروح البروتوكول كان بيقوله مثير جدل كبير حول الكرة اللي حضرتك عارفها اكيد وحكمنا اللي بيعلقوا على التحكيم قالوا ان الهدف صحيح مية في المية بعد اذنك كابتن السؤال اللي هو بيطرح نفسه هل الحالة دية من الحالات التي يرجع لها الى الفر فضل البعض الأخوة بتتليموا على الإجراءات إجراءات الفار أو إجراءات تنفيذ الرقلات ان الفار ما يتدخل حافظ أقول لهم ارجعوا لروح البروتوكول احنا عندنا في كنون كابتن لا الفار مفيش روح البروتوكول ده جهاز أنا محاضر في الفيفا لا باشا الفار مفيش روح لا روح لا مروش بي روح الحالة كمان البروتوكول بقى ليه روح كل حاجة ليه روح الله يا ريت الاعداد بتاعنا يحاول اتصل بالكابتن عسام عبد فتاح وقاله ايه رأيك في الجون التاني بتاع الزمالك اللي تلعبت الكورة يعني داس عليها الجل الأولاني الجل الأولاني بتاع الزمالك ايه رأيك فيها حاجة نعرف رأيك لو مش عاجة يعمل مدخلة اعرفونا رأيك فيها ايه هنا اتضح انه الحاكم الأسباني اللي الكل اشاد بيه وكفاءته لدرجة انه قالك ما حسسناش ان فيه حاكم وفيه مشكلة ولما يبقى فيه حاكم من الليجة الأسبانية وحاكم بيلعب برشولونيا وريال مدريد مفيش حد هنا ينفع يقوله روح البروتوكول وروح الفار وروح الكلام الفارغ لانه الحقيقة اللي حصل مع الأهل وقتها من تدليس ومن اهدار حق واجب للناس انها تعتذر عليه واهم من الاعتذار للأهلي الاعتذار لأسرة التحكيم لازم ان يتقال يا جماعة انا فهمتكم غلط يا جماعة انا سربتلكم مفهوم خطر عليكم ان انا قلتلكم في حاجة اسمها روح الفارغ وفي حاجة اسمها روح ده خطأ في الاجراء مش في القانون الغريب جدا انه انبارع والناس بتشيد بالحاكم محدش خد باله من ده الا كابتن شبيت ده خطأ في القانون يا صاح زبراهيم اه الاجراء تم خلاص وتلعبت القورة التدخل هو خطأ في القانون طيب اتمنى ان يكون ده واضح لانه كمان المباراة بعيدا عن ان الحاكم واحد من النقاط المضيئة جدا في المباراة واعتقد حكامنا يستفيدوا كتير منه اللقطة المضيئة كانت كمان في الروح الرياضية لعب الزمالك الدولي امام عشور بلغ من المضج ما يجعله انه يعتذر على الحصل في مباراة سابقة له مع الكابتن وليد سليمان فكان حريص انه يروح لدكة النادي الاهلي ويحتضن ويحضن الكابتن وليد في اعتذار واضح عما سبق وصدر ده الحقيقة دي لقطة مهمة جدا في اطار الروح الرياضية ويريد تسود اللقطة دي بتدعم التعليق كان عامله على الفيسبوك وقال فيه انا بعتذر مندمان على ما ارتكبته مع الكابتن وليد سليمان وتحين الفرصة انه في اول لقاء التقاء بيه انه يترجم ده الناس كلها تشوفو وهذا يدل على ان اللاعب ده بدأ يسق في نفسه يعني مش محتاج سوري يعني يتصر التصرفات يتملق بيها مشاعر الجمهور الجمهور لا هو معتمد دلوقتي على كفاته اللي هو الحقيقة بيأكدها كل يوم بعد يوم واصبح لعب ده اللي مفيد للمنتخب الحقيقة اعتقد ان النموذج ده يجب ان يسود وكل يعني فجة وبتكبره قوي اذا كانت نطجة بالشكل ده وايضا تكبر الكابتن سامي ومصان انه يجي الاعتراف والاشادة بيه من اكبر اتنين في تاريخ الكرة الزمال الكوية بعد الفاصل وما تخبش على الاهله طول ما الاهلي قادر باستمرار يقدم للرياضة المصرية المع وافضل النجوم شوفنا نبارح عالي زين ابن النادي الاهلي وهو محترف في برشلونة يتوج مع فريقه الاسباني ببطولة دوري ابطال اوروبا وبعد ما كسب كيلسي البولندي ده ابن النادي الاهلي عالي زين ده يبقى تاني لاعب مصري اه ومن ابناء النادي الاهلي فقط بعد احمد صلاح انه يكسب بطولة اوروبا في لعبة جماعية غير كرة القدم محمد صلاح صلاح بتاع البولي اه احمد صلاح تمام تمام احمد صلاح في الطايرة في الطايرة كسب بطولة اوروبا اه وهو ده كسب بطولة اوروبا في كرة الهلي بمناسبة برضو الالعاب الاخرى الاهلي عنده دعوة من الاتحاد العربي لكرة السلة انه يشارك في البطولة العربية اللي هتقام في الكويت في اكتوبر القادم كحامل للقب العربي الاتحاد المصري رافض ليه عم كل نادي ملوش الا مشاركة خارجية واحدة جات عند الالي ووقفت نتمنى حل المشكلة والنقشة ان شاء الله في حلقة الخميس سامي امصان بعد المباراة رجل القمة نشوفه في البداية طبعا كنت اتمنى احنا نكسب اعتقد بدأنا مبارا بشكل كويس كان عندنا استحوذ كويس وصلنا كذا مرة لجون كنا ممكن نأكد بجون التاني بعد المباراة كلمنا عن عيبان بدات المباراة المهم جدا انت تحسن مبارا بزور شوت الاولاني اشتغلنا على كده كان عندنا طبعا نجبنا الهدف الاول وكان عندنا فرصة لنسجل الهدف التاني لكن شوت التاني برضو نفس القصة كنت عاوز احاول انا افكر في الجون التاني فعشان كده غيرت برضو بيرس كان حسين عشان الدين استمر رافي الاداة وعشان برضو بيرس كان لعب مطشين في جنوب افريقيا كان لسه راجع من اليابان كان مجهد طبعا وتوقيت المباراة بنسبلنا طبعا مش احسن حاجة لعبة الدولين رجحهم دينا في توقيت الولاي اصابة ديانج اصابة ايمن اشرف وطبعا جهد البدن الكبير اللي عمل السولاي وحمدي حمدي كان مجهد بشارك في المطش الكورية لكن كان عنده جهد بدن فكنت ترتيب المباراة اللي عاوز اخلص من البدر عشان اقضر اريح اللعيب دينا لكن الحمد في الاول الاخر طبعا احنا رجعنا للمباراة تاني وكان عندي ثقة في اللعيب كبيرة اللي نكسب مباراة وبشكر هم طبعا على الجهد دوت والتصميم اللي هم هيرجعوا المباراة تاني فالحمد الله كنت اتمنى طبعا اسجل هدف التالت وعشان ساقط جمهور النادي الاهل طبعا الدول واحد لكن في الاول الاخر برضو الحمد لله عندنا مباراة تانية ومهم برضو انت بتلع مسابق الدور عام يعني المنافس الناس زمالك طبعا النهار ده لما تاخذ منه اربع نقاط كنا طبعا اأمل لناخد ست نقاط لكن برضو خلينا نبص للجانب الإيجابي وان شاء الله نقدر نبني عليه ان شاء الله اللي جاي كلام موضوع جدا يمكن احنا اتفقنا فوجة النظر انه قال لعيبة تبدو الصفوف مكتملة ولكن الحالة البدنية مش احسن حاجة الغيابات مؤثرة جدا يعني وكان ممكن نخطف يعني مش نخطف المتش احنا متسايدين المتش كان نبغي ان نفوز بحكم ال الملعب يقول ايه وهو الاجماع حتى لو الاراض انه هجمك فهو دعمك يعني وابس قال لك النشئين ومش النشئين ودي احنا قلنا يعني الفترات اللي لعبوا فيها محدودة محدودة وهو كلام من 22 ل 23 و24 سنة انت عندك لعيبة في هذه المراحل السنية موجودة كنا نتمنى طبعا الفوز طيب الملعب قال كلمته رأي المنافس واكبر اتنين في كورة نادي الزمالك كابتن فاروج عفر والكابتن حسن شحات نشوف رأي الكابتن فاروج عفر في اداء الاهلي والكابتن سامي امصان فنيا نادي الاهلي بدأ المباراة بشكل كويس جدا وكان هو المسيطر هو المستحوز نص الملعب وكلام ده كنا بنقوله قبل الاستوديو ولكن نادي الاهلي استفاد بهدف لكن كان عنده فرصة في الشوت الاول يجيب اكتر من هدف ويعزز المباراة ولكن الحاجة التانية اللي تحسب للنادي الاهلي بعد تفوق الزمال لك اثنين واحد النادي الاهلي رجع بالهدف انا شوفت النهار ده سامي امصان اشتغل بشكل كويس جدا لازم نتكلم عن المدرب المصري النهار سامي اشتغل مع المباراة بشكل عقلانية تركيز النهار انا اعايز تماهير النادي للإدارة الفنية سواء في الاهلي او الزمال يعني والحقيقة كابتن فارود دائما ما بيجنح للموضوعية والمعلم حسن شهاد لا ده ما قاله ده نشوف يعني انا اقدر اقول لك ان هو الشروط الاول كان يعتبر الاهلي كان مصيطر شوية مغد النظر عن الجن دي جاوه طبعا الجن ده خطأ من عبدالغني لكن اتعاملت حالو قوي اتعاملت حالو قوي وبقى هدف اول اذا ملك لحبت شوية في الشوت الاول وما كانش متماسك وما كانش بيقدم حاجة تذكر يعني لكن الشوت التاني اتغير تماما كمين الاحق بالفوز في النهاية اذا انتهت المبارا بالتعدل لا انا اقول ان هو انا بتقول ده من عمد ربنا عشان يدي كل واحد حقه هم كان الشوت الاول واحنا الشوت الثاني عشان كده ربنا بيدي كل واحد حقه الناس بتتساءل لو كان موسيماني هو اللي ماسك الاهل النهاردة هل كانت ممكن النتيجة والاداء يتغيروا ولا ايه رأي حضرتك هو بصراحة الله يكون فهون سمي وصار الله يكون فهون وبقول ان هو دخل على مقراء كبيرة جدا جدا الاهل والزمارد فوجود مسلماني بعد اللي عاملوا في الفترة الاخيرة وان هو يبهد عن الفرقة ويروح المغرب ويبهد حاجات كثيرة كلها كلها يعني ما تطلوش الاحاقية ان هو يستمر في المعند الاهل ما تطلوش يعني برضو واتفى معه الكابتن فريق جعفر واتفى مع الكابتن العليد صلاح في الإشادة بالكابتن سمي أمصان ان هو رغم الظروف الا انه قدر يكون عنده الجرأة ويلعب بشكل هجومي وكان عايز يكسب الماتش واضحة جدا لكن رسالة عماد متعب رسالة عماد متعب لا رسالة عماد متعب ده كرجل أهلاو دي للاعيبة نشوف كابتن عماد زعلان ليه نعم ملك زعلان مركز 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 حزين ليه روأ لأن الفرص السهلة لا تجيش كتير والفرص انك تحقق إنجاز شخصي وإنجاز لناديك ومكسب كبير لا تجيش كتير فعلي بحكي ستنيني ومكسب نزل مالك نزل مباراة يساعد لك الملعب بالكامل يقول لك استحوذ ومساحات كتيرة جدا في الملعب وسجلت هدف النفس هفهم كما قال كيف ترجع إلى الوراء لماذا لا تريد تكون آخر لماذا ما هو وجهة النظر هذا هو رقم واحد، رقم اثنين، بيرستاو، لماذا هو موجود في الملع؟ كنت تسمع بحييه طبعاً فترة وعلى أداء وعلى المباراتين الأبليكية وعلى أداء النهاردة لعب بطريقة هجومية، لكن بيرستاو موجود لماذا؟ لماذا بدأ؟ الرجل من آخر مباراة مع الوداد كان مصاب وكان وحش وأنا الملشاط اللي فات عندي حسين الشحات شغال كويس، عندي طاهر شغال كويس، لأنني لما تجلي فرصة أن أكسب فرقة كبيرة، لازم أستغلها، أنا عندي 45 ديئة كاملة، نادي الزمالك بيقول لي كسبنا، أنا اللعبة دي كلها أخواتي، وبحبهم جداً، وبحترمهم جداً، في لعبة لازم تراجع نفسها يتحدث الكابتال عماده هنا بثقافة الأهل، جاءت لي فرصة أخلص الماتش، وإحنا بنستعرض الفرص بتاعة الأهل في الشوت الأول والتاني، اتفاقنا أنها كانت بسبب قرارات، مش مهارات، ومشوية عدم بخت، اللي جونين اللي دخلوا فينا لأ، نتيجة طبعاً واحدة، أخطاء دفعية متكررة، فيه مساحة الناس بتمشي فيها، معاش بقول لا راح ينفيه، لازم شوف حل في الحتة دي، في الجونين، واحدة من اليمين كابتش كبالا ونحن واحدة من الشمال يوسف أسام، فالوضع ده بالنسبة للنادي الأهلي غير لا قم يتكرر، لأن ده ممكن يتكرر من فرقة كويسة من فرقة وعشية، بس أنا عايزة أقول حاجة، الناس اللي عملة تقول التعادل ومش التعادل، وطب ما أنت اتعادلت مع البنك الاهلي، وكان ناقص بين شارقي، وكان ناقص جزيري، وكان ناقص كابت، لأنه ما بلعبوش فيه، أنا مش بقالوس، هيقول لك يعني أنت لعبت قدام فرقة وتعادلت، لأنك لما تلعب في كل مرة، إذا لم تغتنم الفرص اللي بيجيلت بقرارات سليمة، هتدفع التمال، ودي رسالة القمة 124، إذا جاءت رياحك فاغتنمها، فإن لكل عاصفة سكون، شكراً جزيلاً لحضراتكم، دمتم للأهل دائماً، ودام لكم الأهل بإذن الله تعالى بطلاً شامخاً، وعلى خير أن نلتقي في العشرة مساء الخميس القادم، إن شاء الله، صباح الخير،